السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباسم الله والسلام على رسول الله طلبنا الاعزاء طلبنا بصفة الثالث الابتدائي والممز ان شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت تولف هنبدأ في الوحدة الاثناشر هناخد منها لسن وان ان شاء الله الدرس الاول بذكر كنت معاك قناة الانجليز اسهل مع ميز سارة سامي لسه منضمش هنا شرفنا بينضماما عن طريق الضغط عزراء احمد سبسكرايب الاشتراك وكمان تفايل رمز الجرس عشان يوصل للجديد بتاعنا وصفحتنا على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع ميز سارة سامي انتبعة واعجاب بالصفحة وعلى الانستجرام باسم سارة سامي ات تو فايف الارقام والاسم اكتبين بالانجليش والارقام هي تمانية اتنين خمسة بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العليا العظيم في اخر ان شاء الله الفيديو ده هنكون قدرين على حل صفحة طبعا من كتاب التقويم آآ كتاب التقويم المستمر للاضواء جيم هنكون قدرين على حل صفحات خمسة وستين وصفحة ستة وستين سبعة وستين هنكون قدرين على حل التلات صفحات دول بازن الله تعالوا فقا نشوف احنا هنشرح ايه النهاردة هنشرح زي ما احنا قلنا اللي بيتكلم على كسئية المحادسة تعالوا نشوف بتقول ايه المحادسة بين اسرة زي ما انتو شايفين مع بعضها هو بتتكون من الاب والام وبنته والابن وزي ما يكونوا في مطعم تعالوا كتا نشوف الحوار بيقولوا ايه اول حاجة بيقول هانا هل تريد بعض الشربة؟ قالت لها yes please قالت لها نعم من فضلك الام رجعت تاني تسأل ابنها هاني فبتقوله هاني what would you like؟ انتعايز ايه؟ قال لها ايه؟ تعالوا كتا نشوف قال لها ايه؟ تبقى نمبر فور قال لها I'd like chicken please انا عايز ايه فراخ من فضلك الاب قام قايل would you like some rice؟ عايزين حب يعني رز بعض الرز كده؟ قال لهم ايه؟ تعالوا كتا نشوف نمبر سيكس الولد قال no thank you لأ شكرا I prefer potatoes انا بفضل ايه؟ البطاطس طيب تعالوا نشوف رد عليهم الويتر قال لهم is that everything؟ ده كل شيء قال لهم ده كل شيء ده كل اللي انتو عايزينه قالوا له yes I can't wait الام ردت وقالت ايوة انا مش هقدر انتظر the food is delicious here ده ايه الطعام بيكون لذيذ هنا طيب بعد كده نشوف نمبر ناين الاب رد وقال thanks for your help شكرا لمساعدتك في الاخر you are welcome مرحب بكم وعلى الرحب والسعب موسيقى البوكابلاري او الكلمات اللي علينا حفظها انا عندي هنا اه اه الحاجات اللي عليها حفظها هنا ان انا عندي كلمة ميلز دي واجبات يعني ايه واجبات الاوقات اللي بناكل فيها بنكل لام ايه واجبة فطار بريك فاست لانش الغداء دينار العشاء سناك دي واجبة خفيفة كده بتبقى ما بين الوجبات الاساسية يبقى انا عندي البريك فاست لانش دينار ويه سناك طيب انا عندي الطعام اللي المفروض بنكله يبقى زي ايه لقما سوب شربة لقما رايز رز لقما فيكتابلز خضروات او بطاتس بطاتس او تشيكن دجاج طيب قال لي ايه كمان قال لي ويوجوالي ايت احنا عادة بناكل ثلاث واجبات في اليوم بيبقى عندنا البريك فاست اللي هو الفطار في الصباح طيب ايه كمان وعندنا الغداء في بعد الزهيرة وعندنا في المساء العشاء بيبقى في المساء وعندنا ما بين الوجبات ما بين الوجبات لما بنكون نشار بالجوة بدأ بعد كده يجيب لنا في الصفحة اللي بعدها يجيب لنا اه ازاي نعبر على بحركات اليد بالاشارة و برضو بنفس الحركات اليد والدينار والسناك ازاي نعبر عنهم بلغة الاشارة بنعمل زي ما هم البنت دي عاملة طيب اللي معانا على الجزئية دي بيقولي البريك فاص البريك فاص بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن الاكل زي ما انتم شايفين فول وبيض وطعمية وطحينة وصلاة طيب اداه وجبة فطار عندي بعد كده السوب اللي هي الشربة بنعمل عليها دايرة سناك اللي هي الوجبات الخفيفة لاما سمر اتفكها لاما بسكوت بيبقى حاجات بسيطة كده اه بعد كده عندي اكتيفتي تو بيقولي لوك اند رايت انظر واكتب طبعا هنا تشيكن هنا لانش عندي بريكفاست واسؤال الكوبي بيكتب زي ما هو طيب تعالوا نشوف جزئية كمان جديدة هنتكلم عنها النهاردة هي جزئية اللانجج فانكشانس الوظائف اللغوية الوظائف اللغوية بيقولي هنا ايه يبقى هنا asking about what somebody would like بسأل عن شيء بيفضله الشخص او ما يفضله الشخص طيب بسأل اقول ايه would زي ما الام سألت قالت would زي دي الفاعل like some تعالوا نشوف كده would you like some soup عايز حابة شربة would you like some soup يبقى would والفاعل وبعدين like some واسكر الشيء طيب الاجابة عليها طبعا الاجابة هنا لما بيبقى ما فيش اداة استفهام بجاوب عليها بإيه بلا بيس او نو بنعم او لا طبعا هقول yes please ايوه من فضلك او no thank you او لا شكرا طيب نشوف هنا قالونا المثال هنا هنا الامة بتندع على بنتها فبتقول هانا would you like some soup عايز احابة شربة ايوه من فضلك الاب برضو بيس قال would you like some rice عايز حابة روز قال له no thank you لا شكرا I prefer potatoes ممكن منقول no thank you ونقف او نكمل نقول I prefer ونقول الحاجة اللي احنا عايزنا ابقى ماجي اسأل برضو نبقى دي اول حاجة اخدناها في جزئة الوظائف اللغوية طب تاني حاجة ماجي اسأل شخص عما يريد هو عايز ايه هقوله what اداة استفهامها what would you like what would you like what would you like انت بتفضل ايه او عايز ايه هيقوله I'd like ويذكر الحاجة اللي هو عايزها please يبقى هنا بالمثال بيقول ايه هاني اللي ام بتقول ابنها هاني what would you like انت بتعايز ايه لها I'd like chicken انا عايز دجاجة please من فضلك يبقى انا عندي هنا ايه ايه زي انكو تبنى ده اختصار ايه ال I ابوستروف دي اختصار ايه اختصار I would I would وبيجي دائما بعدها الفعل في المصدر infinitive يعني في المصدر مفوش اضافات يبقى I'd like chicken please طيب تعالي نبدأ نحل على الجزئية دي عشان نفهم اكتر يبقى الاكتيفتي اللي معايا هنا بتقول read and choose اقرأ واختر I would like potatoes بيفضل الفراغ او الدجاج هل تفضل بعد الشربة طيب بيقول هنا هتبقى I would like some rice number two my favorite meal واجبية المفضلة is breakfast بتكون الفطار number three هتبقى would you like some soup هل تود بعد الشربة طيب copy بيكتب زي ما هو نعمل بقى على الدرس الاول كله من الوحدة بيقول لي اول حاجة listen استمع and complete واكمل الطفل هيسمع او الطلب هيسمع وإحنا هنقوله بكلمة هتبقى like would you like summarize like number B هتبقى no thank you no thank you طب activity two هنسكرامبل هنعيد الترتيب and write ونكتب هتبقى lunch dinner العشاء vegetables الخضروات activity three بيقول لي look and complete انظر واكمل عندي هنا تكتيب لي طبعا الحاجات اللي بتتاكل تكتيب لي تحتها yes او no حسب اختيار الشخصي يعني عمر مسلا قال yes يبقى عايز فراخ قال نو مش عايز رز قال yes بعايز بوتيتوس قال yes عايز فهنكتب هنا عمر ود لايك ود لايك تشيكن بوتيتوس طب لما ود لايك تشيكن فهمنا للفقرة فهنا هانز favorite meal واجبتها المفضلة is lunch بتكون الجدى طبعا هو هي كتبة ان هي is breakfast يبقى ده غلط طيب ما بيحبش اللي سناك كاتب لي هنا يبقى غلط لان هو بيحبها مش ما بيحبهاش هاني لديه للعشا يبقى طبعا موجود هنا مكتوب ايه هي كان عنده جبنة وبيض عشان العشا يبقى ايه صح ترو البنك تويت اخر سؤال معانا اول حاجة في الكلمة هتبقى كابيتال عشان في اول الجملة وفي الاخر هنبص كده نلاقيها الاتش كابيتال بتاعت اسم الشخص اللي هو هاني وفي الاخر هو عمل لي ايكويتش امارك خلصنا مع بعض لسون وان من يونت تويلف للصف الثالث اللي ابتدائي دومتم في امان الله